اهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء هجوم جديد يشنه رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي على قيادات في ميليشيا الحجد ويكشف المستور عن فساد مالي متفشن في هيكلية الحجد فضائح الفساد هذه نقلها العبادي على لسان المسؤول المالي لميليشيا الحجد قاسم الزبيدي الذي قتل قبل عدة أيام ميليشيا الحجد التي باتت الرقم الصعب الذي لا يمكن لبعض الساسة تجاوزه في لعبة الانتخابات المقبلة حيث قدمت أكثر من خمسمائة مرشح بحسب مجلة ميدل إيست آيل بريطانية إلى أي مدى أصبح أولئي المرشحون المنتمون لميليشيا الحجد يسببون قلقا ربما للعبادي حتى يرى البعض أنه اتهمهم بالفساد والسرقة وكيف تفسر نبرة العبادي العالية ضد مسؤولين بالحجد صحيفة العرب اللندنية أشارت إلى سعي إيران إلى إقصاء العبادي واستبداله بمرشحين من دوي تبعية عسكرية لها يكون بمقدورهم تأمين مصالحها وترسيخ أقدامها أكثر من العبادي كيف سيؤثر احتدام صراع النفوذ بين طهران وواشنطن في الأون الأخيرة وكيف سيكون ردة فعل إيران إترى مخاوفها من تصدير الولايات المتحدة سياسيين تابعين لها المشهد السياسي القادم في العراق نصلت الضوء مشاهدين الكرام في هذه الحلقة على الصراع بين العبادي وقادة ميليشيا الحجد وأسبابه وتداعياته خلال المرحلة الحالية والمقبلة وأرحب بضيفي في الستوديو الأستاذ حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري أستاذ حاتم مرحبا بك أرحبا بك تحية لكم ولمشاهدين قناتهم الكريمة أهلا بك أستاذ حاتم أيضا سينضم إلينا الدكتور لقاء مكي الإعلامي والأكاديمي العراقي من قطر عبر الهاتف مشاهدين الكرام نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار ما الذي تغير بين الشركاء العملية السياسية في العراق حتى بدأوا يلقون الحجر في بركة الفساد الراكدة فتحول الشركاء إلى فرقاء جمعتهم المصلحة الشخصية وفرقتهم المصلحة الشخصية أيضا هجوم جديد يشنه حيدر العبادي على قيادات في ميليشيا الحشد ويكشف المستور عن فساد مالي متفش في هيكلية الحشد فضائح الفساد هذه ينقلها العبادي عن لسان المسؤول المالي لميليشيا الحشد قاسم الزبيدي الذي قتل قبل عدة أيام ميليشيات الحشد التي باتت الرقم الصعب الذي لا يمكن لبعض الساسة تجاوزه في لعبة الانتخابات المقبلة حيث قدمت الميليشيا أكثر من 500 مرشح بحسب مجلة ميدل إيست أي البريطانية وربما صار مرشح ميليشيا الحشد يؤرقون العبادي نفسه ففتح النار عليهم متهما إياهم بالفساد والسرقة في خطاب دغدغ فيه مشاعر المقاتلين وغلفه بشعار الحرص عليهم عن أولئك الذين يتجاوزون عن المال العام ويتجاوزون على رواتف المقاتلين يصومنا يأخذون الأموال والسعى كيفما شاء نبرة العباد العالية ضد مسؤولين بالحشد تفسر ما ذكرته صحيفة العرب اللندنية حول سعي إيران إلى إقصاء العباد واستبداله بمرشحين ذوي تبعية عسكرية لها باستطاعتهم تأمين مصالحها وترسيخ قدمها أكثر من الساسة السابقين ومنهم العبادي وترجع الصحيفة المسلكة الإيرانية الجديد إلى احتدام صراع النفوذ بين واشنطن وطهران وخوف الأخيرة من تصدير الولايات المتحدة ساسة تابعين لها للمشهد السياسي القادم في العراق بدورها وكالة الأسوشييتد بريس الأمريكية أشارت إلى اعتماد إيران على مرشحي الحشد بشكل كلي في تعزيز نفوذها أمام تيارات باتت تميل إلى موالاة أمريكا يدن موعد الانتخابات شيئا فشيئا ومعه يتفسق عقد المصالح والمنافع الشخصية بين الشركاء والمواءمة السابقة تحولت إلى صراع دخلت البندقية لحسمه في كثير من الأحيان إذن أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري يعني يبدو أنه يعني نبرة رئيس الوزراء حيث العبادي أصبحت عالية تجاه مسؤولين في الحشد يعني بما تفسرها إلى أي ماذا هو صراع بين العبادي وقادة ميليشيا الحشد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية أقول أن الصراع ليس بين العبادي وبين الميليشيات الصراع أصاسا هو ما بين ولاية المتحدة الأمريكية وما بين إيران في العراق أنا أعتقد بأنه الانتخابات القادمة ستحدد شكل الحكم في العراق هل هو دولة مذنية أم هو دولة دينية هل هو دولة أمريكية أو تابعة لأمريكا أم هي تابعة إلى إيران لذلك أنا أعتقد بأنه الآن بدأت حقيقة بدأت الصفوف تتضح بشكل كبير جدا وبدأت الخنادق تأخذ ما أخذها من الانتخابات العراقية هناك دعم إيراني كبير جدا للانتخابات العراقية وخاصة للميليشيات هناك دعم مالي وهناك دعم سياسي وهناك دعم إعلامي وهناك دعم بكل ما تمتلكه إيران لكي تدفع بالحشد لكي يتصدر زعامة السلطة في العراق وهذه منذ البداية منذ أن تم إنشاء الحشد الشعبي قلنا بأن الحشد الشعبي سيكون هو الخطر القادم على الحكومة العراقية لأن الحشد الشعبي يمتلك من الأدوات العسكرية والأدوات الأمنية ما يتمكنهم من السيطرة على المشهد العراقي وبالتالي تم دخول إيران بشكل كبير جدا وتم دعم هذه الميليشيات حتى قبل أن تؤسس في حزيران عام 2014 فبالتالي ما يجري الآن من تصادم ما بين العبادي وما بين ميليشيات الحشد الشعبي هي مسألة طبيعية لما جرت عليه من تشكيل الحشد الشعبي وتمرير القانون وإلى ما وصلنا إليه الآن لذلك أنا أعتقد أنه جزء من الصراع الانتخابي وجزء من الصراع على السلطة في العراق الآن ما بين ميليشيات الحشد الشعبي وما بين حكومة العبادي دكتور اللقاء مكي العلامي والأكاديمي العراقي مرحبا بك السلام إلى أي مدى هو فعلا يعني هذه النبرة المتعالية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تجاه مسؤولين في الحشد واتهامهم بالفساد والسرقة الآن إلى أي مدى هو يعتبر يعني يأتي في إطار الصراع الانتخابي بالضبط هو حقيقة أولا السلام عليكم ومرحبا وعليكم السلام ورحمة الله هو حقيقة النعام الانتخابي على الكلمات المتعالية وعلى الخوار وشيء آخر يتعلق بإستخاذ بين العباد وبعض الشيء نقول الزميع ذاتنا وبعض الحسد في الحقيقة وضع بعض الفصار وضع في العلية إرافية نقيد على التسالة الفصالة الأخرى التي تتفضلها وتستعب تقينه هي تابعة لآية الله أو لإيران مباشرة مباشرة إلى قوم وطهران وهي أبرز العطائر ومجر صباح ومجر صباح أقل بجبار لذلك هالك بواقع نفد جندة مختلفة جندة خاصة في إيران وحبث ما يتعلق في سوريا وما يتعلق في المواجهة المقبلة أو التي يعني تزعون أولاد ساحبة تدخلها بالإيران هات تلويح إيران هذا يستشارك هديداً في مثل هذا المحرك العباد في ضد المضر في إيران وقد يكون أقرب جداً منها إلى أشخاص أو فلنقل تراه هو في فوق أولاً وهذا كان شاب لكن العباد لأنه يعرف أن إيران دهها دخل مباشر تساشر من التعيير التي تقوم وأنه في تسجيل مهمته إيران تستطيع الآن وهو يعرف ما من استخدار تستطيع أن تعمل أو تقوم بإكلال جانب الأمن يعني تظهر جماهي رابع ويرقى أفضل وهذا حساج يوجد ربما ويعرف ويعرف أن إيران التعيير ويوجد ضده وضد الضوء أبقى معي لكتور اللقاء لو سمحت سأعود مرة أخرى يعني هل باتت أستاذ حاتم ميليشيا الحشد في مرمى الهدف الأمريكي يعني إذا كانت صراح هو صراح إيراني أمريكي الباتت الميليشيا في مرمى الهدف كيف ستكون المرحلة المقبلة هل هناك أوراق ربما تستخدمها أمريكا ضد هذه الميليشيا نعم بداية قبل أن أصل للإجابة على هذا الموضوع أود أشير إلى أن هناك خلافات كبيرة جدا ما بين قادة الحشد ومعين العبادي أنا أعتقد بأن التقارب الذي جرى في الفترة السابقة ما بين العراق وبعض دول الخليج أثار حفيظة الحشد بشكل كبير جدا وكانت هناك اتهامات للإعبادي بأنه يذهب بعيدا عن إيران باتجاه الدول العربية التي يعتبرها تعتبرها إيران بأنها هي مشروع أمريكي بالأصل وهنا إشارة إلى السعودية وإشارة إلى دول خليجية حاولت في هذه الفترة أن تفتح العلاقات مع العراق بعد أن كانت مقطوعة لفترة طويلة من الزمن وبذلك ازدادت الاتهامات للإعبادي بأنه يحاول أن ينفذ أجندة أمريكية على حساب الحشد الشعبي وعلى حساب إيران في العراق إضافة إلى هذا عندما نادى العبادي بتقليص أعداد الحشد الشعبي قالوا أن هذه الدعوة هي دعوة بالأصل خليجية بأنه يريدون تقليص الحشد الشعبي لأن هناك مشروع أمريكي سيطبق في العراق وتضاف إلى ذلك خلافات أخرى منها بأنه الشركات الأمنية التي تعاقد مع أهد العبادي بما فيها طريق البر الذي يربط بغداد بالأردن كانت هناك اعتراضات كبيرة جدا من قبل ميليشيات الحشد الشعبي يضاف إلى هذا بأن الأعداد الكبيرة للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق أيضا تثير حفيظة إيران قبل أن تثير حفيظة الميليشيات لأنه المواجهة مع الميليشيات في العراق من قبل الأمريكان لن تكون إلا بأمر إيراني وبالتالي هذه الميليشيات هي تنفذ ما يطلب منها من قبل إيران لأنه المؤاخذ على العبادي إنه الآن في وضع حرج جدا أولا هو لا يستطيع السيطرة على هذه الميليشيات التي أصبحت منفلتة بشكل كبير جدا وهناك تصريحات لقادة الميليشيات يعني عندما نتكلم الآن عن الخلافات هناك ميليشيات تقاتل في سوريا زيانا تشكيل هذه الميليشيات في البداية قالوا لمقاتلة تنظيم الدولة قانونية بحق هذه الميليشيات إذن هناك كثير من الأوراق التي تعتبر هي إشكال كبير جدا ما بين العبادي وما بين هذه الميليشيات ولكن موافقة العبادي في البداية قال بأن ميليشيات الحجد الشعبي لن يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات على الاعتبار بأنه قانون الحجد الشعبي حدد مدة ثلاثة أشهر بأنه يجب أن يتم هناك الفكاك لكل من يريد البقاء في الحشد يبقى في الحشد ومن يريد أن يدخل في عالم السياسة يجب أن ينفك من الحجد الشعبي خلال فترة ثلاثة أشهر هذا لم يطبق ولكن الحجد الشعبي عندما اتفق مع العبادي في فترة من الفترات على أن يكون ضمن قائمة العبادي أعتقد بأنه تجاوز هذه العقبة الكبيرة بالنسبة له لغرض أخذ الموافقة بالمشاركة في الانتخابات القادمة وما أن تمت الموافقة على مشاركته بالانتخابات انقلب على العبادي مرة ثانية وإذن التحالف كان تحالف مرحلي أنا أعتقد بأنه أوراق العبادي في العراق ليست قوية جدا هناك دعم أمريكي نعم أمريكا تدعم العبادي بشكل كبير جدا في هذه المرحلة لكن مقابل أنه يقف بوجه النفوذ الإيراني في العراق ويقف بوجه هذه الميليشيات المنفلتة التي تتنفذ أجند إيرانية في العراق أما أن يكون مع المشروع الإيراني وأما أن يكون مع الأشروع الأمريكي وبالتالي خياراته صعبة في العراق جدا علما بأنه الانتخابات الحالية الصورة أو الواقع يقول بأنه لن تستطيع كتلة معينة أن تنفرد أو تشكل كتلة كبيرة الآن لكي تنفرد بتشكيل الحكومة وبالتالي ستكون هناك تحالفات جديدة بعد أن تجرى هذه الانتخابات في الفترة المقبلة قيس الخزعلي صرح تصريح مباشر قال بأن مرشحنا لرئاسة الوزراء هو هادي العامري إذن نحن نتكلم عن أجندة سياسية يأتي فيها الحشد من خارج الحدود وهو مدعوم حتى العبادي في زيارته إلى إيران تم تبليغه من قبل المرشد بأنه لا يجوز لأحد أن يسيء إلى الحشد ومن يحاول أن يفكك الحشد سيكون هناك زلزال كبير جدا في بغداد وما إلى ذلك من تصريحات دكتور لقاء يعني ما موقف العبادي من الميليشيات يعني نريد أن نفهم هذه النقطة والله أنا أعتقد العبادي لم يقل معظم الكلام الذي أراد أن يقوله منذ بداية أسيس الحشد الشام العبادي كغيره من السياسيين يأخذ حقيقة وقائع القوة في العراق القوة ليست في عيد السلطة لأن العراق القرار السياسي فيه سواء كان قرار خانجي أو داخلي مرهون بحسابات خارجية على الأغلب وبتوازنات القوة في الداخل والعبادي لا يمتلك من هذه التوازنات للشيء الكثير لأن يمتع أنه جاء لرئاسة الحكومة في ظل وجود تنظيم الدولة في الموصل بعد الموصل وحوالي ثلث العراق وبالتالي كان عليها أن يتعامل مع هذه الواقعة وأن يتعامل مع تطوراتها وبالتالي حينما جاء الحشد بالفتوى المعروفة في حينها هذا الحشد فرض عليه فرضا لأنه فورا الميليشيات التي كانت موجودة بالأصل مثل أصائب وبدر وسواها فورا انضمت إلى وأصبحت يعني تتحتمي به باعتبار مضلة أو أصبح لها مضلة سياسية وكان هذا موقف إيراني مباشر إيران خلقت لنفسها قدرة على إدارة العراق أو السيطرة عليها من خلال الحشد واستثرت وجود تنظيم الدولة في العراق من أجل تمرير هذه الأجند الآن لا يستطيع العبادي أو حينها لم يكن العبادي قادر على رفض هذا المنهج لأنه كثل سيطاح به وببساطة شديدة على الأقل هو كان في خضام معركة حينها وإحنا نذكر لما نذهب إلى الموصل وأخذ الصورة وخطب الخطبة المعروفة لم يأتي على ذكر الحشد أبدا هذا كان مؤشر عند الكثيرين وحينها لعامري غضب على أكثر من التقادة من قبلهم كان مؤشر على أن العبادي بعد انتهاء معركة الموصل أصبح يعني مستغني عن الحشد ولم يعود برغبة بالاستمرار بالبقاء لكن الحشد كان أيضا محمي بفدرات عسكرية الكبيرة هو لديه دبابات ولديه تنشفعية أسلحة تقيدة ولا ننس العامري في نهاية العام الماضي قال أن الحشد أقوى من الجيش أقوى قوة عسكرية في الإراق هذا معناه أنه يتحدى الحكومة ويتحدى السلطات الأمنية حينها يعني أصبح من الواضح أن هناك يعني اختيارات يجب أن تسم بالنسبة للعبادي لكنه انتظر للحظة الحاسمة في موعد الانتخابات يقول كلمته أو ربما جزء من ما أراد أن يقوله لأنه أيضا لا يستطيع قول كل شيء لكن هو أراد أن الحشد لم يعني ليس أقوى من الدولة بشكل ما وهذا أتقد أمر لا ننسى أنه ينازم الناخبين فيما فيهم الناخبين في جنوب العراق من الشيعة الذين يعتزون بالحشد لأن هناك الآن غضب بين أوساط الحشد متطوعين أقصد الصغار البسطاء على ضياع موالهم وننسى مقتل مسؤول المالي للحشد قبل حوالي سبوع أو أكثر بقليل وكيف أن العبالي تحدث عن الموضوع بصفة صديق شخصي لهذا الرجل وكيف تحدث عن أنه أفشة أسرار تتعلق بفساد إداري داخل الحشد وفساد مالي هذا الموضوع في الواقع مهم جدا وأيضا أصاب يعني بشكل واضح القبلة الحشد الذين تتهموا من سبع العباد بهذا التصريح بأنهم هم من ينفقون أموال المتضوعية للحشد بطريقتهم الخاصة وفعلا هناك معلومات عن أن العامر ينفق حوالي أربع ملايين دولار تخصص لرعاية جرح الحشد الشعبي على حمل الانتخاب نعم أستاذ حاتم المجلة ميدل إست آي البريطانية كشفت أن ميليشيا الحشد باتت الرقم الصعب في المعادلة العراقية بحيث حتى لا يمكن لبعض السلسة تجاوز هذا الرقم في الانتخابات المقبلة حيث تقدمت بخمسمائة مرشح هذا يلقي ربما بظلاله على صورة المرحلة المقبلة وإلى أي مدى يمكن أن يصل الصراع نعم أكيد أن الحشد الآن أصبح رقم صعب في المعادلة العراقية هذا لا ينكره أحد ولكن أود أن أشير إلى بعض النقاط في هذه المسألة القائد العام للقوات المسلحة يجب أن تأتمر بإمرته جميع التشكيلات العسكرية بما فيها وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أيضا ولكن السؤال الذي يطرح الآن هل الحشد الشعبي يأتمر بإمرأة القائد العام للقوات المسلحة الجواب لا لا أحد يأتمر بإمرأة القائد العام للقوات المسلحة وكانت هناك كثير من الأشياء التي تمردت فيها قيادات الحشد على الأوامر التي صدرت إليها يضاف إلى هذا بأنه الحشد الشعبي كثير من قادته يصرحون بأن ولائهم هو للولي الفقه وليس للقائد العام القوات المسلحة فمن الأخطاء التي ارتكبت من قبل العبادي في الفترة السابقة بأن هذا الحشد كان يجب أن يكون لديه قائد خاص من قبلهم بحيث تحمل المسؤولية القانونية أمام الدولة في حال أنه انقلب على كثير من الاتفاقات التي جرت في الفترة السابقة يعني مثلا مفوضية الانتخابات أعلنت أنه بأنه الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة العسكرية والقانون الذي صدر المرقم 36 لعام 2015 يمنع مشاركة العسكر في الانتخابات إذن السؤال كيف تمت الموافقة بمخالفة دستورية واضحة الآن سواء للدستور أو سواء للقوانين التي صدرت بين قوانين الانتخابات تم مشاركة الحشد الشعبي كيف تم مشاركة الحشد الشعبي في هذه الانتخابات إذن الدولة هي التي أعطت أو تماهت في كثير من القرارات التي صدرت وأوصلت الحشد لما أوصلته الآن يعني مثلا عندما نقول بأنه لا يجوز تشكيل ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة كيف تم تشكيل هذه الميليشيات خارج إطار القوات المسلحة وهذا هو الدستور الذي قروه منذ أن جاء الاحتلال في العراق إلى اليوم والذي يعتبرونه بأنه هو الأساس في حكم الدولة نحن نتكلم عن إشكالات كبيرة جدا في هذا الجانب ليست وليدة الساعة وإنما تراكمات سابقة أدت إلى أنه يصبح الحشد بهذه القوة بحيث رئيس الوزراء الآن لا يستطيع أن يتحكم في الحشد يعني أعطيك تصريحات مثلا لمهد المهندس مهد المهندس يقول نحن لو لا دعم الذي حصلناه من إيران ومن الولي الفقه لما تم تشكيل هذه الميليشيات لقد تم تشكيلها على غرار الحرس التوري الإيراني عندما فشل الجيش الإيراني في الدفاع عن إيران وتم تشكيل هذا الحرس لكي يدافع عن إيران ونحن عملنا نفس الشيء في العراق بأننا شكلنا الميليشيات ميليشيات الحجد الشعبي للدفاع عن العراق وكأنما يلغي دور الجيش بشكل كبير جدا إذن نحن نتكلم عن إشكالات كبيرة جدا حاول المالكي طوال الفترة السابقة أن يمسك العصى من المنتصف لكي يوازن ما بين إيران وما بين أمريكا في هذا الملف ولكن أنا أعتقد بأنه لن يستطيع أن يمضي إلى ما مضى إليه حد لحد هذه اللحظة يجب عليها أن يختار في الوقوف إما مع إيران وأما مع الموقف الأمريكي ولكن السؤال الذي يطرح الآن حتى لو فازت ميليشيات الحجد الشعبي بالانتخابات هل ستتمكن إيران من أن تتجاوز الوجود الأمريكي في العراق وتشكل حكومة بعيدا عن الأنجد الأمريكية في العراق هذا هو السؤال الذي يمكن أن يطرح والذي يمكن أن تجيب عليه كثير من التساؤلات في هذا الجانب أنا أعتقد بأن الوجود الأمريكي في العراق الآن كبير جدا لديه أكثر من 12 قاعدة في العراق لديه أكثر من 10 ألاف جندي أمريكي موجودين في العراق وبالتالي أمريكا تنظر إلى المشهد العراقي عن بعد وهي ترى بأن إيران تتحكم بحيث تصريح السفير الأمريكي يقول بأنه الوجود الأمريكي في العراق وجود قوي ولكن أنا أعتقد بأنه الوجود الإيراني في العراق هو خطير جدا إذن نحن نتكلم عن نفاصل دولة تمكنت منها إيران بشكل كبير جدا وأصبحت تعمل بإمرة الولي الفقيه ومن خلال أدوات موجودة لها في العراق وفي بقية المنطقة دكتور لقاء هل تستطيع الولايات المتحدة تصدير ساسة تابعين لها للمشهد السياسي بالفعل بما أن هناك معطيات على الأرض أكثر من 10 ألاف جندي أمريكي موجود في العراق و 12 قاعدة أمريكية موجودة في العراق هناك وجود حقيقي على الأرض وكذلك هناك وجود ونفوذ إيراني يعني السؤال هنا كيف ستتضح كفة الميزان؟ يعني الميزان من الذي سيتحكم بها؟ هو الحقيقة استجال هذا الاصطراع بعد اتهاء إدارة أوباما إدارة أوباما يبدو لم تكن مجهولة جدا بالعراقية كانت تريد فقط الانتحاب وكانت تريد الاتفاق مع إيران عن الانتحاب هادئ وبدون مشاكل وإيران منحته هذا الخيار كما أرادت وكان مرضي للطرفين في حين إدارة ترامب وجدت أن هذا لم يكن صحيح هو فعلا بعد اتحابهم يعني حتى بالإعلام الأمريكي ومراكز الدراسات يلقون إدارة أوباما أن الانتحاب الأمريكي هو الذي سمح فيه ظهور تنظيم الدولة بالتالي كانت تحطاته الآن الولايات المتحدة في عهد ترامب في الواقع لديها مقاربة مختلفة للوضع العراقي مثل ما وضع المنطقة عموما والنظر إلى إيران بشكل خاص ولا ننسى أن كبار الآن المساعدين ترامبهم من ألد أداء إيران في الإدارة على أي حال هذا الرؤية الجديدة والمقاربة الجديدة في الإدارة الأمريكية بالتأكيد ستكون أكثر هجومية أو حتى عدوانية في التعامل مع إيران لا نقول أنها يمكن أن تصل إلى مستوى القتال هذا أمر نرهون بالظروف وبطبيعة ما يجري في واشنطن لكن على الأقل تصعيد الأزمة إلى حدها الأقصى والإراق نقطة اشتباه إساسية في بين البلدين الإراق من حصة أمريكية كما تعصبت هي وبالتالي بسبب النفص طبعا والبوقع الاستراتيجي وهمر أخرى وبالتالي يجب أن إخراج إيران لكن إيران قوية فعلا المسألة ليست في عدد القوات يعني لو قارننا عدد القوات الأمريكية بأجباع إيران وبقدرة إيران على التحشيد في الإراق طبعا بالتأكيد إيران ستفوز على الأقل لأنه هو جار لإيران القصة ليست في الأعداد فقط القصة ستتعلق بالفترة الردعية قدرة الردع العامة استراتيجية وأمريكا طبعا هنا ستتفوق لكن أيضا إيران تستطيع أن تلقي بكل ثقلها لسبب بسيط أن العراق بالنسبة لإيران هو خط الدفاع الأخير يعني لا أقول خط الدفاع الأول هو خط الدفاع الأخير هذا أمر متفق عليه إيران أرادت أن يكون الإراق ولبنان أيضا الدول الضعيفة تكون هي ساحة القتال والاشتباك مع خصومها بدلا من أن تكون إيران نفذ وبالتالي إيران لن تفرض في الإراق سهولة وهذا أمر في الواقع قد يدعو إلى توقع اشتباكات على مستوى عالي سياسيا دعائيا ربما حتى عسكريا بنوع ما في هذه المنطقة في الإراق في المستقبل لا الأمر يتعلق فقط برئيس الوزراء وهويته الأمر يتعلق بأشياء أكبر بطبيعة الإراق نفسه وطبيعة الوجود الإيراني في العراق وأقصد الوجود الإيراني بالتأكيد يتعلق بأتباع إيران سواء كانوا يعني أتباع إيراني العسكريين الشفيعة أو السياسيين الحشد أو من الميليشيات أو من السياسيين أنفسهم التابعين لإيران لكن بشكل عام الأمر هذا مرهون بطبيعة تطورات الأزمة في المنطقة طبيعة رؤية الإدارة الأفريكية لما يجري وتطورات علاقة القوة الحالية ما بين إيران وإسرائيل النفوذ في سوريا وكيف يمكن أن يصاعد لأنه حدود إسرائيل في سوريا فقط ما لا علاقة فيها ما كان أخرى لكن أمريكا متأكيد معنية بما يجري في العراق وهذا أمر حقيقة التنفؤ به الآن يكاد أن يكون يعني صعب لأنه كل الخيارات ستكون سهلة على العراق كل الخيارات نعم إذا كانت كل الخيارات ستكون متوقعة سنتحدث عن طبيعة الخيار الأقرب إلى الواقع أستاذ حاتم ولكن بعد فاصل قصير فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نكمل الحوام ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لذلك هو حينما يذهب إلى مهرجان الانتخابي سيقول لهم بالتأكيد هذا الكلام من الخطر قائم وان هناك عدد هائل من الانتجارين والانتحاريين وما شاكل واذا احنا ذهبنا او لم تنتخبونا سيأتي هؤلاء ليقتلونكم او يفجرونكم يعني القصة الواضح اعتقد انه نعم صحيح قد يكون جزء من كلامه صحيح وفعلا لا تحتاج لها ذكاء كبير كي نعرف ان يعني هذا مش سر يطلق ابو مهد المهندس انه هناك كثيرا عن اصل التنظيم حظوا من الموصل او من اماكن اخرى واختبعوا بين الناس انا امر متوقع جدا واذا لم يكن هناك فمع سياسة التهميش والظلم المستمرة سيظهر اخرون ربما يكونون اكثر فسوى وعنفة منهم يعني هاي مسألة ايضا مفروغ منها وهم يعرفونها لكن السؤال هو اذا كان ابو مهد المهندس سيحمي الناس بعد كم سنة سيأتي ليقول هناك عشرة اخلاف اخرين ينتظرون وهكذا ستطول الامر وسيعني الكرة كل مرة نعود الى المربع الصفري وان هناك المزيد والمزيد قصد ان ابو مهدي المهندس بالتأكيد اراج تخويف الناس تقصد الحكومة التي انتهاء يعني استعادة نقاط التي يضر عليها لكن تدمير جميع الاشخاص هذا مستحيل غير ممكن اذا كان هم تتين وسبعين الف فبالتأكيد يعني يأثر بنصفهم اللي هرب وبالتالي يعني يستطيعون ان يعملوا اي شيء في الاراج يعني وان هناك اشياء كثيرة لاخلال وضع الامن نعم 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 اشكرك شكرا نزيل لقاء المكي الاكاديمي والاعلامي العراقي انكت معنا عبر الهاتف من الدوحة بالعودة اليك استاذ حاتم يعني ايضا ابو مهدي المهندس باعلانه عن وجود الف او عشرين الف مسلح ارهابي من داعش في العراق مع ان الحكومة اعلنت النصرة بعد تدمير مدينة المصل والمدن الاخرى ماذا يعني ذلك من الناحية العسكرية نعم اكيد هذا التصريح له ما بعده يعني عندما يتكلم ابو مهدي المهندس بهذه الطريقة هناك سؤال يطرح من يرسم السياسة الامنية للبلد هو من يرسم السياسة العسكرية والاستراتيجية العسكرية لهذا البلد هذا تساؤل كبير يثار في هذه المسألة هل ابو مهدي المهندس هو المسؤول عن هذه القضية ام هناك وزار الدفاع ووزار الداخلية وهناك مجلس امن قومي للبلد هو الذي يحدد او لويات او التهديدات المحتملة للبلد وعلى اثرها تكون هناك استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات او الاعداء الخارجيين انا اسأل سؤال هذا الطرح يريد من خلاله ابو مهدي المهندس ان يتخندق الناس طائفيا على اعتبار بانه لا زال هناك تهديد الذي هو تهديد تنظيم الدولة قائما وبالتالي يحق لهم الاعتقال والقتل والدخول وما الى ذلك من امور تجري حتى الان في الحويجة وفي مناطق كثيرة من اهل السنة هم لحد الان لم يرجعوا اهل السنة التي تم تطهير مناطقهم منذ ثلاث سنوات واربع سنوات جرف الصخار وعزيز بلد ومناطق كثيرة اذا نحن نتكلم عن ستراتيجية خارج اطار الدولة تعمل يعني عندما نسأل الآن التصريحات التي تصدر عن قيادات الحشد باتجاه الداخلية والخارجية باتجاه دول الجوار او سواء كانت داخل العراق الا يجب ان تكون عليها وهناك مساءلة قانونية بهذه التصريحات التي تصدر من الذي حاسب من الحكومة لا احد يستطيع ان يحاسب الحشد انا اقول بانه امريكا في الفترة السابقة كانت تنظر الى الحشد طبعا هذا التصريح على لسان السفير الامريكي سليمان دوغلس يقول في تاريخ 3-4-2017 يقول المشكلة بانه ليس بادماج الحشد في المؤسسة العسكرية ولكن المشكلة بان هذا الحشد يكون ولائه لغير بلده اي يكون الولاء الى ايران طيب اذا كنتم انتم تعلمون بان الحشد ولائه الى ايران لماذا تمت الموافقة على دمج الحشد ضمن المؤسسة العسكرية انا اعتقد بانه هناك دعم امريكي للعبادي دعم كبير جدا والدليل على هذا بانه في الفترة السابقة تم اعطاء او تم اخراج العراق من الازمة المالية من خلال مساعدتهم من خلال البنك الدولي ومن خلال صندوق النقد الدولي باقراض العراق مبالغ كي يخرج من الازمة المالية التي يمر فيها في هذه الفترة هناك دعم للعبادي كبير جدا ولكن امريكا اذا رأت في ان العبادي لا يستطيع ان يحقق المشروع الذي تريده في العراق سوف تتخلى عنه كما تخلت عن اشاه ايران وعن كثير من العملاء في المنطقة امريكا تريد مصالحها سواء كانت مع العبادي او مع غير العبادي وبالتالي على العبادي ان يختار اما ان يقف بوجه هذه الميليشيات وانا اعتقد بانه الان غير قادر بشكل كبير جدا على ان يقف بوجه الميليشيات ولكن يمكن ان تكون على مرحلة قادمة بعد الانتخابات بعد ان يضمن انتخابات قادمة او نقول دورة رئاسية قادمة للرئاسة للوزواء يستطيع من خلالها ان يستجمع قواه سواء كانت عسكرية وغير العسكرية وان يعمل من خلال اتفاقاته مع الصدر وعمل مع المرجعية التي يدعون الان بانها لا توافق على ما يقوم به الحشد الشعبي من اجراءات سواء كانت في الانتخابات او غيرها باستغلال دماء الشهداء اما الى ذلك من مطلوب من العبادي امريكيا يعني كيف يكون بمقدور العبادي ان ينفذ المشروع الامريكي او ان ينفذ المصلحة الامريكية كما هو معلوم ان يعني كما ذكرتم منذ بداية الحلقة ان هناك سرع ما بين ايران وامريكا انعكسها على هذه الشاكلة اتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء وميليشيا الحشد مع ان الميليشيا مدعومة جويا يعني هنا غضاء امريكي للميليشيا في جميع المعارك التي هي ضد تنظيم الدولة يعني وتم تدير المدن على اساسها هم يصرحون يقولون بانه لو لا الحشد يعني لضاع العراق النقطة هنا يعني العبادي ما المطلوب منه امريكيا العبادي انا اعتقد بانه العبادي الان تحاول امريكا من خلال العبادي ان تمرر بعض الاشياء او بعض من اجراءات المشروع الامريكي فيها العراق ومنظر منها تحديد الميليشيا بشكل كبير جدا او محاولة فتح علاقات مع الدول العربية محاولة تقريب كثير من الخصوم في السابق للعبادي الى الواجهة السياسية مرة اخرى العبادي لوحده لا يستطيع ان يعمل ولكن امريكا تحاول ان تذلل له كثير من الصعوبات من خلال الاتفاق مع المكون الكردي في الفترة المقبلة تستطيع امريكا ان تلعب هذا الدول بشكل كبير جدا تحاول ان تجد له حلفاء من الوسط السني في تشكيل الانتخابات هذه للتشكيل الحكومة القادمة ايضا يمكن دعمه بكثير من المرشحين الذين لديهم علاقات مع امريكا بشكل كبير جدا تحاول امريكا من خلال هذه ان تدعم الان العبادي من خلال صندوق النقد الدولي او البنك الدول مثل ما قلنا لإخراج العراق من الأزمة وما إلى ذلك من أمور ولكن أنا أعتقد بأنه المواجهة الكبرى هي لن تكون مع الحشد وإنما ستكون مع إيران لأنه كثير من التصريحات التي صدرت من الولي الفقه ومن قيادات الحشد بأنه إذا ما كانت هناك مواجهة مع إيران فستكون القوات الأمريكية في العراق هي تحت مرمى إيران ميليشيات الحشد الشعبي وهناك تصريحات لميليشيات حزب الله وميليشيات أخرى بأنه سوف تستهدف القوات الأمريكية في حال أن تكون هناك مواجهة مع إيران في الفترة المقبلة وبالتالي أنا أعتقد بأنه الصدام في العراق قد يكون ما بين أمريكا وما بين إيران أولا ثم تكون ميليشيات الحشد الشعبي هي الأدوات التي ستستخدمها إيران لهذه المنازلة لذلك نرى بأن القواعد الأمريكية التي تم إنشاؤها في العراق جميعها أنشئت في مناطق بعيدة عن مناطق الشيعية وهذا ما نراه في شمال العراق وفي مناطق غرب العراق إذن هناك تحسب أمريكي لمواجهة قادمة قد تكون مع إيران في العراق في الفترة المقبلة إذا لم يتم الرضوخ للمطالب الأمريكية لأنه أمريكا الآن تريد أن تقلص النفوذ الإيراني في العراق وفي سوريا بشكل كبير جدا هل ستتنازل إيران عن هذا الطموح بأنها تسمح بأن يكون هناك دور كبير جدا لأمريكا والدول العربية في العراق في الفترة المقبلة هذا ما سنراه بعد الانتخابات إذا لم يكن هناك هدف أو إذا لم يكن هناك تحقيق لهذا الهدف من قبل من قبل الإعبادي فأنا أعتقد بأنها أمريكا ستلجأ إلى الخيار الآخر الذي هو المواجهة مع هذه الميليشيات على اعتبار أنه كثير منها تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية أيضا أستاذ حاتم هناك تصعيد أمريكي فيما يخص موضوع الاتفاق النووي الإيراني هناك حديث لمسؤولين أمريكيين عن أن ترامب ربما يلغي هذا الاتفاق وبالتالي هناك أيضا تهديد من قبل المسؤولين في نظام إيران بناء على تصريحات ترامب هل هذا ممكن أن يكون له الخطوة الأولى لبداية الصراع على الأرض الحقيقي ما بين الولايات المتحدة وإيران وخصوصا تحديدا هناك من يقول أنه بعد الثاني عشر من عيار الحالي نعم أكيد عندما أطلقت يد إيران في المنطقة كان من ضمن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في الفترة السابقة خمسة زائد واحد عندما سامح أوباب التمدد الإيراني وتم ترك كثير من الأمور أو مثل ما نقول بأنه أمريكا تركت إيران تتدخل في كثير من البلدان العربية مقابل أنها يتم إجراء صفقة الملف النووي الإيراني بالإضافة إلى أن هناك بروتوكولات سرية تم توقيعها من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأنه تم الاتفاق على كثير من الملفات في المنطقة الآن ترامب عندما يريد أن يلغي هذا الاتفاق فأنا أعتقد أنه كانت هناك مواجهة من قبل الدول الأوروبية بأنه يمكن تعديل هذا الاتفاق وليس إلغائه الآن الضغوطات كبيرة جدا على إيران بأنه يجب إما أن يتم تعديل الاتفاق وإما أن يتم إلغاءه قد يكون هناك اتفاق أوروبي أمريكي بأن أمريكا ستلغي هذا الاتفاق مع إيران وتكون هناك ورقة ضغط كبيرة جدا على إيران مع بقاء بقية الدول المتحالفة أو التي اتفقت الدول الأوروبية على نفس الاتفاق السابق مع إيران لتشكل ورقة ضغط أو تشكل عامل سياسي يمكن من خلاله أن تجلب إيران إلى طاولة مفاوضات وأن تقبل بالحل السياسي لتنازلات معينة إذن الهدف هو طاولة المفاوضات أم الهدف هو المواجهة يعني دكتور لقاء مكي استبعد أن تكون هناك أي مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران في العراق كيف تتوقع المرحلة المقبلة أن تكون طبيعة المواجهة أن حصل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني وحصل تصعيد بين الطرفين نعم نحتاج إلى المواجهة الإيرانية الأمريكية تأخذ وقت طويل جدا لأنه إيران لا زالت تتحكم في ملفات كثيرة سواء كانت في اليمن أو سواء كانت في سوريا أو في لبنان وفي العراق فأنا أعتقد بأنه قبل أن تواجه إيران في الداخل يجب أن تواجه إيران في هذه المناطق في العراق يعني يجب أن تكون الأدوات الإيرانية خارج المعركة القادمة وبالتالي هذا يحتاج إلى وقت كبير جدا لغرض أن تنهى هذه أو تنتهي أمريكا من هذه الملفات سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق أو في اليمن وبالتالي أنا أعتقد بأن المواجهة لن تكون قريبة جدا مع إيران إذا كان هناك إلغاء للاتفاق الملف النووي الإيراني ولكن أعتقد بأنه إذا كان هناك إلغاء لهذه الملفات فأعتقد بأنه ستكون هناك مواجهة في البلدان المحيطة التي تدواجد فيها الأدوات الإيرانية أولا ثم بعد ذلك تكون المواجهة مع إيران وهذا يأخذ وقت طويل جدا لغراء المواجهة ربما عسكرية يعني مواجهة عسكرية أكيد ستأخذ المواجهة ستأخذ مواجهة اقتصادية ومواجهة عسكرية يعني أقصد مواجهة الآن إيران كما هو معلوم أنها تقاتل بالوكالة في العراق عبر الميليشيات كذلك في اليمن ولكن تواجدها في سوريا مباشرة هل سيكون شكل المواجهة كما في سوريا يعني أنا أعتقد بأنه المواجهة الآن هي قائمة سواء كانت ما بين السعودية وما بين إيران فالمواجهة قائمة في اليمن وإذا كانت المواجهة في سوريا فأنا أعتقد بأن إسرائيل عندما ضربت المواقع الإيرانية في تيفور وضربت المواقع الإيرانية الآن في 47 وما إلى ذلك من المناطق التي تم قصفها في الفترة السابقة هي مواجهة مباشرة مع النفوذ الإيراني في سوريا وهناك أعتقد بأن هناك اتفاق على أنه يجب أن تخرج إيران من سوريا وبالتالي نحن نتكلم الآن حقيقة عن بوادر لضرب النفوذ الإيراني خارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يقال في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وبالتالي أنا أعتقد بأن المواجهة لن تكون في بداية عسكرية وإنما ستأخذ المواجهة أشكال متعددة يمكن أن تكون مواجهة اقتصادية يمكن أن تكون بالحصار وممكن أن تكون بفرض عقوبات يمكن أن تكون باستهداف شخصيات أو بضرب كثير من المواقع ومراكز القيادة سواء كانت في اليمن أو سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق ثم بعد ذلك يمكن أن تكون مواجهة عسكرية مع إيران الصراع إذن هو ما بين الأعباد والميليشيات هو صراع ما بين إيران وأمريكا كما تحدثهم في البداية الانتخابات القادمة أيضا كما ذكرتم ستحدث شكل الحكم في العراق ما طبيعة هذا الشكل المتوقع من وجهة نظرك نعم أكيد إذا تم تشكيل الحكومة من قبل الميليشيات أو من قبل قائمة الفتح فأنا أعتقد بأن هذه الدولة سيكون ولائها لإيران بشكل كبير جدا لأنه رئيس الوزراء القادم هو بالأصل هو ضابط في الحرص الثوري الإيراني وكذلك أنا أعتقد بأنه ستكون دولة دينية على مذهب الولي الفقيه وبالتالي شكل الدولة سيتحدد من خلال الحكومة القادمة التي ستتربى على حكم العراق ولكن أنا أقول بأنه هل ستكون هذه الحكومة بموافقة أمريكية أم ستكون خارج الإيرادة الأمريكية أنا أعتقد لن تكون هناك حكومة إلا أن تكون هناك اتفاقات على شكل الحكومة في العراق سواء ما بين أمريكا وما بين لأن التخادم الإيراني الأمريكي سابق في العراق وفي مناطق أخرى كثيرة ولكن أعتقد أنه وصل إلى حد الآن في العراق بأنه نتجه نحو المواجهة المباشرة ما بين النفوذ الإيراني وما بين النفوذ الأمريكي في العراق وبالتالي أعتقد بأنه الانتخابات القادمة إذا ما تمكنت إيران وحلفائها في الانتخابات القادمة من تشكيل حكومة حكومة نستطيع أن نقول بأنها تدين بالولاء إلى الولي الفقه فأعتقد ستكون هناك مواجهة في العراق ومواجهة قريبة جدا وقد نلجأ إلى الفيدراليات التي رفضوها في الفترة السابقة لكي تكون الدولة المشكلة من قبلهم رعيفة جدا في البداية ثم بعد ذلك إذا كانت هناك مواجهة يمكن أن تكون أسهل بالنسبة لأمريكا وبقية الحلفاء شكرا لك ضيفي في الاستيودي والأستاذ حاتم الفلاحي الخبير الأمني والعسكري وشكرا الشكر موصول أيضا للدكتور اللقاء مكي الإعلامي والأكاديمي العراقي مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء